موسيقى طبعاً بنتكلم عن آخر جوزية في المنج وهي الثروة المعدنية بعد نتكلمنا عن الثروة الزراعية والثروة السماكية والثروة الحيوانية بنتكلم عن آخر ثروة تملكة مصر لتنوع الاقتصاد القوم بتاعها اللي هو الثروة المعدنية طبعاً مصر دي جانية بجميع أنواع المعدن الفلزية واللافلزية وغنية بمصادر الطاقة الحفرية اللي هي الفحم المفروض نقول بقى ايه هو أجيب للفحم على اساس ان هي أقدم طاقة لكن أول طاقة اكتشفت في مصر كانت البترول وأقدم حقول البترول اللي كانت عند خليج السويس يبقى البترول والفحم والغاز الطبيعي طبعاً ايه اللي بيعرفني بالمعدن دي تكلها خريطة اسمها الخريطة الجيولوجية يبقى الخريطة الجيولوجية طريقة هي اللي بتعرفلي أنواع المعدن الاول أنواع صخور وبالتالي أنواع المعدن اللي موجودة في مصر ودو ممكن جابهلي سؤال في متحان السنوة العامة يقول الخريطة ناط هي التي تعرفنا أنواع المعدن واماكنها وانواع للصخور طبعا زي ما انا قلت لكم مرة قبل كده ان الكلام ده بيبقى موجود في كتاب المدرس بس احنا للأسف الشديد ما بنفتحش الكتاب ده خالص ودي بتبقى كارثة عندنا لكن هو هام جدا للغاية طيب فيه سؤال برضو كبه يبقى انا دلوقتي عرفت احنا طبعا عارفين انواع الصخور يؤدي الانواع للمعدن فيه جزية الطلبة كتير قوي يقولك ده تلغت مع الازمينة الجيولوجية لا ده هي ديول كده من الازمينة الجيولوجية اهمة جدا وجدت سنوية عامة مرة قبل كده السؤال يعني مثلا عندنا خام الحديد فيه عندنا نوع من الحديد فيه في الوحات اللي هي البحرية وفي الوحات البحرية فكريين الوحات البحرية اللي احنا خدناها في مصر وهنا لازم يكون عندي خريطة لابا برضو اقولكو الكلام ده في المراجعة لان احنا طبعا الوقت كمينه دايق فهزين نخلص الماده بسرعة فلكن في المراجعة هنبدأ ناخد وندي مع بعض في حاجات كتير جدين او فهنا فيه عندنا الحديدة او جبل الحديدة او جبل الحديد او جبل الجديد اللي موجود في الوحات الوحات البحرية في الصحراء الغربية يبقى من مناطق استخراج الحديد الوحات البحرية اللي انا عملت خط سكة حديد يوصله الامين الى حلوان تفانى عشان اعمل صناعة صناعة الحديد والصلب اللي هتقوم عليها صناعات صناعات الهندسية يبقى ارتبطت الصناعات الهندسية بنقط اقوله بصناعة الحديد والايه والصلب معليش انا بجبلوكم المعلومات وبربطها لكم بسرعة فانت خلي بالكم ايه معي طيب فيه برضا عندنا حديد مبين في الصحراء الايه الشرقية مبين سفاجة وراس بناس وفيه عندنا حديد ايضا موجود في وادي النيل اللي هو شرق ايه ايه اسوان بس اللي مستخدم حاليا هو الحديد اللي موجود فيها الوحات البحرية طيب عندنا المنجنيز طبعا ده لازم يكون عند خريطة المنجنيز ده بيوجد في جنوب غربشي بيجازلية سيناع مجمع وعندي ميناء بوزنيبة على خليج السويس وفيه بصبعا الحتة الثانية وفي جبل علبة جنوب شرق مصر يوجد المنجنيز طب جبل علبة ده فين في الصحراء الشرعيه بيه لو ممكن يجيب له سؤال يقول لي اين يوجد مثلا يجيب له اكمل يوجد الحديد في الصحراء الشرعيه فيه نقط خلاص من المعادن التي توجد فيه جبل علبة نقط وما تنسوش فيه سؤالين في جبل علبة قبل كده وده السؤال الثالث السؤالين اللي قبل كده فسر منطقة جبل علبة متميزة نباتيا وحيوانيا سؤال اللي بعد كده فسر منطقة جبل علبة مصرية خلاص او حلايب وشالاتين ايه مصر يا وده هنقوله كله في قلب المراجعة فيه عندنا الفوسفات اهم سؤال في الفوسفات مش اماكن وجوده اهم سؤال في الفوسفات انه بينتمد العصر التباشيري وده اللي مرتبطة في الازمانة ديبقى يوجد الفوسفات في تكوينات العصر نقط اقوله العصر التباشيري دي اهم حاجة قبل المشرح الفوسفات الفوسفات ده عندنا في الصحراء الشرعيه في الغربية في ابو طرطور في الوادي توجد في المحميد والسبعية خلاص بتوجد في سفاجة والقصير في الصحراء الشرعيه عندنا فوسفات اكلم لكم من الكلام اول حاجة عصر تباشيري عشان محدش ينساه طب السؤال يجي ازاي زي زي ما احنا اتفانه ممكن يجيه لك ارسم خريطه توضع عليها ارسم خريطه لمصر او ارسم خريطه للصحراء الشرعيه او الغربية او سيناه افهمه ما بيجيبش كتله قوة قوة فقر نقوم جايبلي ووزع كله على بعضه يجيبلي حته صغره واله عصر وزع المعادن في الصحراء الغربية والزع خام الفوسفات والحديد في الصحراء الغربية وزع أبار البترول في الصحراء الغربية حاجة واحده باس اين يوجد الفوسفات في الوادي في ودي ودي النيل ممكن يجيب لك أشكية معادن في ودي النيل خلاص وانت عاد تحفظ طول من الفوسفات يوجد فيها المحميد والصبعية في الوادي ولما يجيب لك فالسؤال تقول لها مش مفيش معادل وهكذا خلي بالكم من الكلام دوت انا بنابي كل الطلبة والفوسفات ده اهم جدا لان التربة المصرية بتاعتنا فقيرة في الفوسفات والازوت يبقى لما يجي يقول لك صناعة الاسمدة الازوتية والفوسفاتية هامة في مصر اقول له بعد بناء السد العالي وهناك محاصيل مرهقة للتربة زائد ان احنا فيه زيادة سكانية وعن تزود الانتاج واهم حاجة ان التربة المصرية لم تعد تتجدد خصوبتها وهي فقيرة في الازوت والفوسفات شوف كل الاسمدة ده بتيجي وعندي بقى الوقود الحفري قلنا الوقود الحفري اللي هو ايه اللي هو الفحم والبترول والغاز الطبيعي انت عارفين اولاد بس الكلام ده هيبقى بتوسع بقى في المراجعة عايزك تنتظرونا بقى في المراجعة هنا بيجي يقول لي البترول في شرق الخليج شرق خليج السويس طب شرق خليج السويس ده اللي هو مين اللي هو سيناه يعني شرق خليج السويس هو غرب سيناه ممكن يجي يقول لي من اهم حقول البترول في غرب سيناه سدر وعسل يونجا الطالي بيقول لك غلا ده من اهم حقول البترول في شرق الخليج عشان كده بنقول نفهم 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 ما عودش غم دانية واقول له في شرق خليج السويس سدر وعسل وبلعيمة ورابرديلس لا هو قل شرق الخليج شرق الخليج ده اللي هو مين اللي هو غرب سيناه زي الثاني غرب الخليج غرب الخليج ده اللي هو مين الصحراء الغربية Gonnaس في الصحرى الشرقيه يبقى من حقول الصحرع الشرقيه الغردق أو جارب وبكر أو Jewellen وسط الخليج اسمهاها الحقول البحرية وبعد تنسوا الكلام ده انا بحذركم لان دي اسمها سنويه عما اوائل جمهوريه او شرق الخليج اللي هو غرب سيناق، غرب الخليج اللي هو الصحراء الشرئيه ودي واضحة issimo في بقى في الصحراء الغربية؟ بطرو زي ما الرزاء والعلمين وابو الغراضي وفيه غاز طبيعي فيه فدلت غاز طبيعي زي ابو ماضي بأنا عندي هو عايز يقولك إيه إحنا توفرت عندنا المواد الخام مواد خامز الرعية هيت ومواد خام معدنية هيت وعندنا مصادر الطاقة وعندنا المصريين أومة الأيدي العاملة يبقى لازم نتقدم صناعيا هو عايز يصلي كده هو بيقولي كده بقولي إنا بندرس كل ده بوريك خيرات مصر وورينا إنت بقى هتعمل فيها إيه مش بدرس عشان أطلعها في قلب الامتحان زي ما إنتوا واخدين بالكم طيب قبل ما أتكلم برضو تنمية السرعة المعدنية كل الناس عارفة تنمية السرعة المعدنية يقولك تنمية السرعة المعدنية دعم إيه السرعة المعدنية وتوفير إحتياجات البتلان من البترول ماشي الدولة هتبحث وتنقب عن البترول ماشي نشطت شركات البترول تشجيع رؤوس الأموال قالك أنت مش حافظتهم يا حبيبي وحافظتيهم وبقيت مية مية طب إيه رأيك نكتب السؤال ده؟ إيه هو السؤال اللي إحنا هنكتبه؟ بيقولي أيهما تفضل زيادة استهلاك مشتقات البترول أو ترشيد استهلاك مشتقات البترول ولماذا؟ أو أيهما تفضل زيادة استهلاك مشتقات البترول أو ترشيد استهلاك مشتقات البترول ولماذا؟ فكر ونتكلم مع بعض وده سؤال موجود في كتاب المدرسة عشان ما تجيش تقول لي انت جايب لنا الاسلة دي من ايه موجودة فين في كتاب المدرسة صفحة 157 السؤال اللي هو خفض استهلاك مشتقاط البطرول موجود في كتاب المدرسة صفحة 157 لان انا بقى اعاني من الكلام ده كل واحد يقول لي احنا بنسمع السلة معانا كتاب المدرسة والنماذج وهو ده اللي هيتحطم انه اللي متحال يبقى متتكلمش بقى خالص بقى زاد الفهم بقى والتفكير زي ما احنا قلنا طيب احنا عندنا الصناعة هنا سؤال هام في الصناعة اول سؤال ان احنا عندنا كانت الصناعة قائمة على المنتجات الزراعي وجي محمد علي بدأ يعمل تحديث في الصناعة وتدهورت الصناعة في عاد الاحتلال البريطاني لان طبعا احنا عارفين انجلترا كلكم دارسين في التاريخ ان انجلترا ما كانتش عايز يبقى فيه صناعة في مصر عشان تبقى مصدر سوق لكن انت عشت الصناعة في بداية القرن العشرية في العشرينه طب انت عشت لي صناعة قالك بسبب رأس المال الوطني ده سؤال ده صح او غلط رأس المال الوطني في العشرينهات ادى الى دعم الصناعة المصرية بقوله صح اللي طبعا عندنا محمد طلعت حرب بدأ يتم بالصناعة صناعة الغازل والنازج وادخل صناعة تانية جديدة فانت عشت الصناعة جدي واحد لكنه اثناء الحرب الاعلاميه الاولى تداهورت الصناعة خلاص فهل طبعا انا بقى expectations في الحرب الاعلاميه الثانيهِ اصدهرت الصناعة في مصر وده جيسول س humanos يا عبد Sachille اصدهرت الصناع في مصر في الحرب الاعلاميه التانيه ليس اذ اللهرط صناعه في الحرب الاعلاميه التانيه طبعا استقرأت في الحرب الاعلاميه athe او دي كانت فرصة زهب Valerie إلى الصناعة المصريه وقف الاستيرام لمحاصره الشواطئ فاعتمد المصريين على الصناعات الداخلية اللي هي الصناعات والمنتجات الوطنية فارتنتعشت الصناعة المصرية خلاص وخاصة بقى صناعة الغازل والنازج وصناعة السكر حاجات دي كلها ايه والصناعات الغازية بدأت ايه شفتوا بقى ساعات حاجة تبقى الصالحة ده معناه كبير ان احنا ممكن نبقى دولة صناعية بس هل نستنى بقى ظروف عشان نبقى صناعة نبقى دولة صناعية جات صورة 23 يوليو عملت الثورة الصناعية التانية بنعتبرها صورة صناعية تانية دخلت بقى الصناعات الصقيلة بقى خلاص بدأ يبقى عند صناعة الحديد والصلب بدأ يبقى عند صناعة الالمونيوم بدأ يبقى عند صناعة الاسمدة خلاص والصناعات الكيميائية دي جات مع صورة مين 23 يوليو اذكركم لما كنا بنتكلم عن السد العالي وقلنا السد العالي ساهمة في الصناعة اللي هو عمل صناعة الأسمدة الأزوتية في أسوان وصناعة الألمونيوم في ناجة حمادي ياك حد ينسان ولو ارجعوا كده للفلاشة اللي احنا قلناها قبل كده أو للفيديو اللي احنا قلناها قبل كده هتلاقي يقولك إن أهمية السد العالي ليه أهمية صناعية وليه أهمية زراعية أهمية الصناعية بقى بتظهر فين؟ بتظهر هو بيتكلم في آخر المنج زي ما نقول لكم مرة قبل كده في صفحة بقى تفتيكرو بقى اه كنا احنا قلناها في صفحة 171 بخلي بالي من الكلام يبقى أنا دلوقتي عرفت ممكن بقى يجيلك سؤال يقولك فسر وجود صناعة الأسمدة الأزوتية في أسوان ممكن يغير السؤال يقولك قامت صناعة الأسمدة الأزوتية في أسوان لوجود الفوسفات في المحميد والسبعي يوقعك في الغلط خلاص لكن دي أسمدة بنجيبها من الهوى فبتحتاج إلى طاقة رهيبة فموجودة عند السد العلي سياسة الانفتاح أثرت على الصناعة المصرية خلاص ليه؟ لأنها دخلت لمنتجات المنتجات ديت لها مثيل لها في مصر فتدورت الصناعات المصرية ببدل ما استخدم الانفتاح لاستيراد مستلزمات الانتاج والإدوات وتشجيع رؤوس الأموال استخدمت السياسة الانفتاح وقمت جاءة مدخل منتجات تتشابه في مصر فطبعا تدورت هنا ممكن يجي لك سؤال لك ماذا يحدث لو زلت سياسة الانفتاح حتى الآن في مصر؟ ممكن سؤال ثاني ما النتاج التي ترتبط على سياسة الانفتاح في مصر؟ هناك علاقة بين تدور الصناعة المصرية في بداية التمانينات والانفتاح ما هو الانفتاح كان في بداية التمانينات لكن الدولة تدارقت هذا وقامت جاية إيه؟ حضرت هذا وعملت جمارك وبدأت تشجع رؤوس الأموال وبدأت تتاجي بالبنية الأساسية حاجات دي كلها إحنا عندنا بقى صناعات كتيرة في مصر بصوا بقى لكل الطلبة في صناعات ملغية كتيرة جدا قوي يعني من الصناعات الغذائية هناخد منها صناعة تكرير السكر بس عشان تبقى أنتوا عارفينه فأنا عند صناعة تكرير السكر الصناعات تكرير السكر أولا أعرف أنها من الصناعات الغذائية طب إيه المصدر بتاعها قال إيه عندها أول مصنع كان في ملاو أو ملوة زي ما بيقولوا عليها وده أول مصنع وجهة صنوية عامة يبقى ملوة أو ملاو حيث بالنط اللي هم بنطوها ديت صناعة إيه؟ أول مصنع لتكرير إيه السكر طب المصنع كلها بتكرير السكر في الوادي إيه؟ قال لك لوجود زراعة قصب السكر فلو شناه بيبقى سقيني الوزن ويفقد عصارته بسرعة فعملت المصنع بتاعه المصنع بتاعته موجودة فين؟ في علب الوادي وفي مصنع برقرب من القاهراء اللي هو اسمه إيه؟ الحوام دي طب هل لا توجد مصنع تكرير السكر في الدلتا؟ قال لك لا في مصنع تكرير السكر في الدلتا اللي هو مصنع الحمول بس ده اللي هو في قفر الشيخ بص ده ممكن يجي يقول إيه؟ من أهم توجد صناعة تكرير السكر في قفر الشيخ والطالب حافظها والطالبة حافظها في الحمول الحمول تبع قفر الشيخ طب ملاو ديت فين قالك في المينيا يبقى خلي بالي ما يحفظ المحافظة ومعا المدينة شان ما يتلعبش معايا هو بقولك انت مصري عارف كل حاجة في مصر هو قصده على كده يعني طيب رغم تضاعف انتاج السكر إلا أنه لا يكفل الانتاج وبسبب الزيادة السكانية برضه ويردفع مستوى الميش تخيلوا انتوا بقى وعندنا عجز في الانتاج بعد ما كنا في يوم من الأيام بنصدر سكر الأصب في صناعة الغزل والنازج وهمها صناعة القطن دي بقى موجودة مصنع المحلة القبرى وكفر الدوار وشركة البيضة وفي مصنع في شبرى الخيمة في مصنع منتشرة في كله طب السؤال بقى بيجينا بيقولي فسر صناعة الغزل والنازج من أهم الصناعة التحولية في مصر لإني بيعمل فيها نص سكان نص العمال بتجعنا نستفيد من القطن مرتين مرة ومدخم مرة ومصنع تسدي احتياجات السوق المحلي بتعدي الى زيادة الداخل القومي خلاص كل دي اهم جدا من اللي سعب بقى على نموة زي صناعة اللي هو طلعت حر وبنك مصر وعملوا مصنع في المحلة القبرى في الواجه البحر ومصنع ده بتمويل وطني بتمويل رأس المال وطني ممكن ايه يغير السؤال يقولك بدأت صناعة الغزل والنازج في مصر بتمويل رؤوس الأموال الأجنبية اقوله غلط ما انت متاخدليش بقى ما تقعدش تحفظني او تمويل رأس المال الوطني ده صح تمويل رأس المال الأجنبي ده غلط وكذا دي موجودة وهنا بقى فيه طالب زاكي يقولك ما عليش يفهموني يعني تفهموني بس شوية يعني هو قال للمحال الكبر افتكر مناخة وافتكر فعني محافظة طب المحافظة دي طرد ولا جازب سكاني بعمل فيدباك سريع تبقى المعلومة قبضت معي بالسمرار ما تقعش مني بس ما جيش في المتحان وكتبها بقى لا ده انا بفكر نفسي عشان تبقى المادة سهلة يسر وده اللي احنا هنعمله مع بعض اما نيجي نتكلم على في المراجعة هربط لكم كل المادة كلها مع بعض بحيث تبقى صغيرة وشيقة وتفوق في نفس الوقت طيب عندي صناعة طبعا صناعة الصوف وصناعة الحرير دي صناعة مش مكررة عشان تبقى انتم ايه عارفين المكرر مني بس صناعة الغزل والنازج اللي هي القرن في صناعة الاسمدة طيب هنا بقى السؤال صناعة الاسمدة دي تلازم الدولة تدعمها تدعمها علشان نوقف الاستراض من الخارج طب ايه صناعة الاسمدة اللي احنا قلناها قلنا صناعة الاسمدة الازوتية وصناعة الاسمدة الفوسفاتية يبقى الطربة المصرية بتاعتي فقيرة في الاتنين وده اللي انا قلته يبقى لما ينجي يقولك ما اهمية صناعة الاسمدة الغازوتية والفوسفاتية في تكر اللي أنا قلته وأنا بشرح الزراع في مصر ممكن نغير السؤال يقول لك قامت زراعه الأسماده الأزوتية على كهرباء نوع تبال سابدي العالم ممكن نجليك سؤال يقول لك كارن بين شمال الدلتة جا بص خلي بالك كارن بين الدلتة الدلتة وكارن بين جنوب مصر من حيث المناخ من حيث الترباء من حيث الصناعات وممكن يزود لك قول لك بنحسل كسافة السكنات قولي ده أجيب لحطة صغيرة ما هو جاب لك كل الأبواب فيها وده اللي بيبقى شيء وارد ودي جات سنوية عامة زي ما احنا قولنا 92 كانت سؤال رقم 2 باين على ما أظن وده هنستعرضه في المراجعة طب أنا عندي الهداف الرئيسية للتنمية ما تحفظهاش الفهمها الهداف الرئيسية للتنمية بيقولك تنوية الاقتصاد طب عشان أنوية الاقتصاد أزود الانتاج شوف أجيبها هو تنوية الاقتصاد زيادة الانتاج أعمل اقتصاد متوازن بين الصادرات والاوردات طب لما ما أعمل الثلاثة دمت يحصل رفع مستوى المعيش شوف جبتها إزاي زيادة الانتاج تنوية الانتاج تحقيق اقتصاد متوازن خلاص هيعمل إيه في الآخر هيعمل فرص عمل وبالتالي يرفع مستوى المعيش طب أنا عايز أحقق بقى الأهداف الرئيسية للتنمية انا قلت بقى الهدف الرسالة التنمية احققها ازاي قالك توفير الكروض الميسرة ويه خلي بالك والحماية الجمركية وتأسيس البنية الاساسية في المدن الجديدة زي العشر من رمضان واستاذ اسم من اكتوبة ويه كمان وخفض العجز في ميزان المدفوعات ده بديجا عن طريق ايه قالك دعم ايه الدول طب بنتكلم عن اخر نقطة بقى عندي اللي هو النشاط السياحي هنا فيه اسئلة كتير اول جميلة جدا اول سؤال يقولك نمى قطاع السياحة في الوقت الحاضر على مستوى العالم نمى قطاع السياحة ايه اللي خلاه ينمو قالك التقدم الصناعي بص لما حدث تقدم صناعي التكنولوجي بقى عنده وفرة في الوقت عندي سهولة المواصلات عندي رخص المواصلات في نفس الوقت عندي التسكيف الزاتي بقى انا عندي تسكيف زاتي دلوقت عايزي صقف نفسي خلي بالك السؤال ده موجود في الكتاب اعجبولك برضو من الكتاب علشان برضو ايه تبقى انت معانا موجود في الكتاب صفحة 192 بيقولك فسر نمى قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي موجود في الكتاب صفحة 192 يبقى ليه نمى قطاع السياحة عالميا خلي بالك غير السؤال بقى اللي انتو حافظينه اللي هو بيقول ايه فسر خلاص اه اسف ما هي مقاومات السياحة في مصر كل الناس عارفها مقاومات السياحة في مصر حسن خلق اهلاو احنا شايفينه كويس جدا الامن والامان ما يهركوش اللي بيحصل ده ده لحد الاتربات اللي موجودة دي كمان برضو السياح بتيجي غنى مصر بالمناظر الطبيعية غنى مصر بالاثراء المتعددة والمتنوعة خلاص مناخ مصر ده 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 موقع مصر يدخلنا داخل يبقى موقع مصر ومناخ مصر وحسن خلق اهلاو تنوع المناظر الطبيعية في سانت كاترين وفي الصحراء الغربية والاماكن التاريخية والسياحية طيب احنا بقى تعالى نشوف بقى طبعا هل يطري السياحة في مصر ده 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 كان يزورها المارخون وكان يزورها الرحالة والرحالة كان في ناس اقولوك على حاجة خارج عن الدرس كان في واحد كاتب بيقولك لما تحب تقابل واحد بيرتح الكثيرا قابلوا بورسعيد تقابلوا بورسعيد يتقابلوا في لندن تشوف بقى دي كنية عن ايه بقى كنية ايه دي مهم عندنا بقى انواع السياح частقافية السياحات الثقافية دهت اللي هي زيارة الاماكن التاريخية السياحة الثقافية بتزداد في مصر شيتان وخاصة في الوادي شوف بقى تزداد شيتان بس فين في الوادي لتمتع الوادي بدفء الشمس بتمتع الوادي بالمعابد والآثار المتعددة والمتنوعة سكانت رومانية أو فرعونية أو بطالمة زاد الآثار الإسلامية اللي موجودة عندي سياحة تانية اسمها سياحة طروحية اللي هي سياحة الغوص وسياحة الرياضيات والسياحة اللي هي موجودة في الغرداء على سياحة البحل أحمر وسفاجة ومارس عالم وموجودة في داب وشرم الشيخ وموجودة على البحل أحمر في مارسة مطروح والأسكندرية والعالمين دي اسمها سياحة اللي هي التروحية ومع ذلك وده سؤال هم لا تزال السياحة محدودة الداخل في مصر شوف كل ده لا تزال السياحة محدودة الداخل لأنها لم تستغل بقى تخيلوا بقى لما الدولة بقى تهتم بالسياحة إيه اللي هيحصل بقى تخيلوا انتوا بقى في الموضع دي كلها بقى عشان كده يجيلك سؤالي وقولك إيه مع جهود الدولة أو ملء اتجاهات الرئيسية لتنمية النشاط السياحي في المصر والله حاجات ما بتتذكر يا جماعة قالت امام بالمناطق السياحية تدعم المواسسات السياحية تشجيع الاستثمار السياحي خلاص التشجيع عايز أقول حاجة أهمة جدا تشجيع السياحة الداخلية يعني يبقى مصريين ومش عارفين إيه اللي داخل بلدهم نحن عندنا الشعب الألماني خارج المنج نصه بيعمل سياحة داخلية جوه ألمانيا قبل ما يطلع يعمل السياحة خارجية يعني ما أنت لازم تنفى بقى ما أنت بتدرس أهو كل ده بتدرس طب في الآخر بقى نعمل إيه طبعا لما أعمل كل ده هيزيد عدد السياحين في مصر اللي هما وصلوا لأقل لمليون كانوا وصلوا لأقل لمليون وبعدين زادوا لتلاتة مليون إحنا عايزين نوصلهم دلوقتي بقى عايزين نوصلهم إن تكون حصيلة السياحة في مصر 54% من الداخل بتاعنا هل نقدر نعمل كده؟ طبعا أسيبكم بقى وفي المراجعة لينا جولات في أسلت الفهم ولينا جولات في الخرايط ولينا جولات مع النمازج والامتحانات وشكرا وطبعا إحنا كده أنهينا منهج جغرافية مصر وحوض النيل للمرحلة السنوية أأمل إن نكون غطيت أجزاء المنهج وخاصة في الجزء الأخير لوزراء والصناعة والسكان وشكرا